اذا سئلت ما هو المنهج لغة من ناحية اللغة يعني المنهج يعني اشنو الطريق والسبيل الامام السعدي رحمه الله تعالى يقول لكل ان جعلنا منكم شرعة ومنهاج الآية قال اي سبيلا وسنة اذا المنهج هو السبيل يفي اللغة طيب اصطلاحا قال الشيوع بيت حفظه الله تعالى المنهج هو الطريق الذي يقرر به المرء اصول الدين وفروعه فان كان هذا الطريق موافقا للكتاب والسنة والسيرة السلف الصالح فهو منهج حق وان كان مخالفا لذلك فهو منهج فاسق يلا بتلاحظوا المنهج هو الطريق اللي بتقرر به والعقيدة شكذا لما تسمع عند العلماء وتقرأ في كتب اهل السنة يقول لك منهج اهل السنة في معاملة الحكام منهج اهل السنة في طلب العلم منهج اهل السنة في الردود منهج اهل السنة في اختيار الحاكم منهج اهل السنة مثلا في التعامل مع المخالفين يلا المنهج هو السبيل شكذا منهج اهل السنة في تعلم العقيدة نفسه ولذلك العلماء لما بسطوا العبارة عبارة المنهج قالوا هو السياج الذي تحمى به العقيدة كأنه سياج المنهج شكذا كثير من الناس اللي اهتموا بمسألة العقيدة دون المنهج انحرفوا العقيدة هي شنو باختصار العقيدة ما يختص بمعنى الشهادتين واركان الايمان يعني ما يختص بالشهادتين واركان الايمان الستة دي عقيدة قولك الايمان بالقدر عقيدة الامان بالملائكة عقيدة معنى الشهادتين يا اي لا معبودة بحق الا الله لا اله الا الله ولا متبوع يسمع له ويطاع في كل شيء الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عقيدة تمام طيب يا اخوانا كيف اتعلم العقيدة وكيف اذب عن العقيدة وكيف اعرف تفاصيل العقيدة والفرق المخالفة ده المنهج عرفتو شن كده العقيدة دي الاصل والمنهج هو السياج الذي يحمي هذه العقيدة شن كده بتلقى في ناس عندهم توحيد عندهم توحيد لكن ما عندهم منهج يحمي هذا التوحيد عرفتو عندهم توحيدهم يعني ما بيشركوا بالله ولا بيعبدوا القبور ولا الصالحين ولا الاندات لكن ليس لهم منهج صحيح يحمي هذا التوحيد لذلك دخل عليهم الاخوان المسلمون وحيفسد عليهم حتى التوحيد بتاعهم لان التوحيد العقيدة الخالصة تقتضي شنو تقتضي الموقف من شنو يا اخوانا يعني انت موحد لابد يكون عندك موقف من شنو من المشركين صح ايوة الموقف من المشركين وكيف اتعامل مع المشركين كيف اتعامل معهم انا وكيف ارد علام وما هي حدود الهجر وعدم الهجر يعني المشرك ده انا بهجر ولا ما بهجره ميتين هجره وميتين ما بهجره ده المنهج عشان كده في ناس زي ما قلت لك عندهم توحيد يعرفوا التوحيد لكن ما يعرفوا المنهج تلقى واحد موحد وصاحبه صوفي للنخاع صاحبه طالع نازل معاه بعد شوية يشكر لك الصوفية ويمدحهم ليه لان هذا وان كان موحدا في نفسه لكن منهج يختل والخلل في المنهج يؤدي الى الخلل في العقيدة عرفتو يؤدي الى الخلل في العقيدة ذاتها عشان كده اخوانا مسألة العقيدة والمنهج العلم قالوا هما متلازمان متلازمين مع بعض عشان ما تقوم تدخل عليك المسألة اللي دخلت على كثير من الدعاة الليلة بسبب ضلال ضلال امثال الحلبي وغيره اللي بيقول لك الانسان لو صحد عقيدة ما يضر الخلل في منهجه دار انك انت لما انتقابل زول مثلا ما عنده مشكلة في التوحيد ما بيعبد الغبور كده لكن في نفس الوقت عنده خلل في باب التعامل مع الحكام المدرسة الجديدة بتاع الناس الحلبي والجماعة والجماعة المعاو ابو الحسن الماربي ومحمد حسان والحويني والمجموعة المعاودي بيقول لك الانسان اذا كان موحد كان موحدا ما عنده مشكلة في العقيدة لكن عنده خلل في المنهج يرى الخروج على الحكام يرى الثورات المظاهرات يرى منابثة الحكام على المنابر اطلع المنبر انه لعن الحكومة وينبزها وتكلم في اخطاء الحاكم يقول لك ده مدام متفق معانا في اصل التوحيد ما يضر خلل في المنهج وهذا من الباطل ومن اعظم المنكرات شيخ ربيع لما رد على واحد عنده نفسي هذا الفهم قال له ما تقول في الخوارج خوارج تعرفون هل كانوا مشركين في التوحيد كانوا بيعبدوا القبور ابدا ما كانوا زي الرافضة الرافضة يعبدون القبور والمشاهد اما الخوارج لا ما عرف عندهم شرك ما ما عرف عن عنهم لكن خلالهم وين اعظم مسألتين ضلوا فيها الخوارج زي ما قال ابو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق اساس ضلال الخوارج في مسألتين المسألة الاولى التكفير بغير وجه حق كفر واللي اتفقوا على تكفير الحاكم مش تكفير غيره تكفير بمسألة الحاكمية اتنين الخروج على الحاكم الجائر الظالم الخوارج ضلالهم هنا لاحظ معينه ما اذكر لهم ضلال في مسائل شنو ها مسائل شنو يا اخوانات مركزين معي ايوه مسائل التوحيد مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم شنو قال الخوارج كلاب النار حديث رواو ابن ماجة والامام احمد قال صح هذا الحديث من عشرة اوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام من عشرة اوجه الخوارج كلاب النار معينهم ما مذكر لهم ضلال في التوحيد لكن لما ضلوا في المنهج اثر الضلال في المنهج على العقيدة فصار الخوارج ضلال في المنهج والعقيدة كلها ضالين اذا يا اخوانا عندنا من تعريف المنهج السلفي عرفنا انه المنهج اللغة هو السبيل واصطلاحا كيف الانسان يتعلم وكيف يدرس كيف يرد على اهل البدع الى اخره تمام وهو سياج العقيدة اللي بيحميها والعقيدة تختص بشنو ها بمعنى شاتن واركان الايمان طيب جدا طيب يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى المنهج اعم من العقيدة اعم يشمل العقيدة ذاتها المنهج يكون في العقيدة والسلوك والاخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم كل لحظة يسير عليها المسلم تسمى منهجا طيب الشيخ ربيح حفظه الله تعالى بيال لنا مسألة من علمان من يفرق في بعض العلماء من السلفين يفرقوا من المنهج والعقيدة وبعضهم ما يفرق يقول المنهج والعقيدة كل واحد وده كله ده ده تفريق سلفي ما في مشكلة لكن التفريق المزموم ده اللي ذكرناك بيل النوع اللي بيجي بيقول لك الضلال في العقيدة بضر لكن الضلال في المنهج شنو ما بضر يقول لك الضل برضو معانا ده التفريق المزموم عشان كده ما يجي واحد يلبس عليك يقول لك يا اخي انتو بتفرقوا بالمنهج العقيدة ولا ما بتفرقوا تقول لو نعم احنا بنفرق طيب يقول لك احنا برضو بنفرق عندنا اللي بيضيل في العقيدة ضال والبيضيل في المنهج ما ضال لا قل له ما هو تفريقنا كده احنا. احنا تفريقنا ما كده. تفريقنا من حيث المتعلقات. العقيدة بتتعلق بشهاتين واركان الايمان. والمنهج سياج عام. يشمل كل ما عنده المسلم. ده التفريق بتاني احنا. لكن عندنا من ضل في منهجه. او ضل في عقيده وضل. عرفته? ده عند جميع علمائنا السلفيين المعتبرين. طيب. بعدك نجي لكلمة سلفي. كلمة السلفي في اللغة السلفي من السلف. اي المتقدمين. وكل من تقدمك هو سلف لك. اذا تقدمك في السن او في الفضل. ده في اللغة العربية كده. يعني اباءك ديل سلفك. كده الطفل لما يموت صغير بيقولك شنو? سلف. يعني مضى. سلف اللغة بمعنى مضى. جاء في لسان العرب السلف من تقدمك من ابائك. وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ويا اخوانا. في ناس الليلة بعيبونا بانه نحن سلفيين. معناه يعني حاجة قديمة. قولك يا اخ سلفي? يعني انت ده ترجعنا للحاجاتة القديمة دي. اها. طيب المشكلة بين? اخوانا المناهج. والافكار. الافكار دي بالنسبة لغيرنا. نسميها افكار. فكر اخواني. فكر صوفي. اه فكر سروري. دي افكار. اما السلفيون نسميها مناهي. لانو الاسلام ما فكر. لانو ما فكرنا فيه نحن. ما جيبناه نحن. هذا منهج وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واجمعت عليه العلماء. طيب. فالمناهج والافكار العلماء قالوا لا تعاب وتمدح بالحداثة والقدم. يعني الفكرة مش عشان هي جديدة معناه سمحة. معناه صح. ما معناه صح ولا معناه كويسة. والفكرة لو قديمة ما معناه كويس ولا معناه كعبة. ميزان دايما المناهج والافكار من حيث الصحة. صحيحة خلاص مقبولة. كانت قديمة ولا حديثة. طيب. فمذهب السلف وان كان قديما من حيث الزمان. ولكنه صحيح مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وهو المقبول براو. زي ما حجينا الاللة. فالسلفي من ناحية اللغة قلنا اللي تقدمك. في السن ولا في الفضل. طيب. من ناحية الاصطلاح قال الذهب رحمه الله تعالى السلفي بفتحتين. هو ما كان على مذهب السلف. وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مذهب اهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. وقال ايضا هم المتمسكون بكتاب الله. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. يا اخوان خلاصة الموضوع ده. شاركت تفهم النقطة دي. تلقى في عند العلم فيها كلام كثير جدا. السلف ده شنو? والسلف ده المنو. العلم قالوا يعرف السلفي باعتبارين. السلف. عندهم اعتبارين. الاعتبار الاول اعتبار الزمان. في زمن معين. اي زول عاش فيه. من اهل العقيدة الصحيحة بسموه سلف. ديل اهل القرون الاولى المفضلة. خير الناسي. قرني. ثم الذين يلونه. ثم الذين يلونه. ثلاثة قرون. من اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. في الجملة. مش معناه كل زول عايش في الوقت داك. معناه سلف في النيزبالينة. لانه حترجع تلقى الحجاج ابن يوسف. عايش في الزمن داك. كويس? هتلقى غيره. من المنحرفي. ما معناه وسلف في النيزبالينة. لده ما سلف. لانه في ضابط المسألة دي. ربنا قال والذين اتبعوهم. اهان. باحسان. بيطلعوا منا النوعية دي. كويس? غيلان القدري. حجاج بن يوسف. الجهم بن صفوان. غيرهم. عاشوا في القرونة المفضلة. لكن هم من اسوأ الناس. طيب. اذا يخواننا عندنا الاعتبار الاول اعتبار الزمن. يعني اهل القرونة المفضلة. الاعتبار الثاني اعتبار العقيدة. اي انسان عاش في العصور الاولى. اللي سلفت بالنسبة لنا احنا. وهو على عقيدة اهل السنة والجماعة هو سلفي. وهو سلف بالنسبة لنا احنا. تمام? طيب. يبقى تركيب العقيدة السنفية على ثلاثة محاور. هم المتبسكون بالكتاب. وبالسنة مع ضابط. اها. الضابط هو اشنو? الفهم. يكون على فهم سلف الامة. ده كلام شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. طيب. اذا عرفنا تعريف المنهج. وتعريف السلفي. نجي لمسألة ايجاب اتباع المنهج السلفي علينا. هل هو واجب? ولا هو مستحب? لانه في الناس يقول لك يا اخي ما خلاص منهج السلفي كويس اي ما اننا مشكلة. لكن ما واجب علينا. اقول لك ربنا اوجب عليه الكتاب التبعو السنة التبعة. لكن اتو جبتو لنا حاجة جديدة. انو نفهم بيفهم ديلك. طيب منو الاوجب عليه? نقول اوجب ربنا. سبحانه وتعالى. يلا لما انت تابع في الادلة. ربنا قالوا ومن يشاغغ الرسولة. يشاغغ معنا شو? سيقول لك فلانده شاغغ بيجاي. خالف. سوى لشارع براو. ومن يشاغغ الرسولة. اها. من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين. شايف ده في عطف. زول شاقة قال رسول. خالف. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون ده المنو. الوقت وقت نزلت الاية دي ما في مؤمنين لهم. صحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساعة مصيرة. اذا ربنا اوجب علينا شنو? انو ما نشاغغ الرسول. ما نخالفه. وتالي ما نتبع غير سبيل المؤمنين. ده ذا نص القرآن. لو جايزه دار غالطنا بس بنقول له ببساطة. اشرح ليه الاية دي. ما هي تقول ما داير. ما دار من هي الصحابة ده. ما دار فاهم الصحابة. خلاص. اشرح ليه الاية دي قل له. والشرط الوضع ربنا ده انت حتودي وين? قال لك ويتبع غير سبيل المؤمنين. ده حتعمل لاشنو انت? هتقول لي ما دايره? يهودة. شرط الوضع ربنا سبحانه وتعالى. طيب. ربنا يتكلم. قال فان امنوا. ده شرط. فان امنوا بمثل ما امنتم به. الخطاب للصحابة. فان امنوا. يعني الناس اللي بيجوا بعديكم. لو امنوا بمثل ما امنتم به. زي اللي امنتم بنته. فقد اهتدوا. وان تولوا. فانما هم في شقاق. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنا وضع لنا شرط شنو? وضع شرط. لصحة. ايمان. اي زول بيجي بعد الصحابة يكون ايمانه على ايمان من? على ايمان الصحابة. الشرط بنص القرآن. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفرق الهالكة في الامة. قال اتنين وسبعين فرغة. وتكلم عن الفرقة الناجية. قال واحدة بس. الصحابة سألوه مش? قالوا ما هي يا رسول الله? قال ما كان على مثل ما انا عليه. مش كده بس? انتهى كده? ما كان على مثل ما انا عليه. اهان. واصحابي. طيب ليه اضاف الصحابة? عشان نحنا نفهم ما هو عليه بفهم ما عليه الصحابة. رضي الله عنهم وارضهم. عشان ما يجي زول الليلة يقول لنا خلاص. انا باخد الاحاديث. لكن انا ما يهمني الصحابة فيهم ومنا اشنو? ما يهمني. بلغة ديجي واحد اختلف معاك من بدري جدا. يقول لك يا اخي انا باخد بالقرآن. والسنة ده ما باخد بياه. زي ما قاموا شباب شل كده متفلهمين? قالوا نحنا بنفهم اه القرآن بنفهم وقالوا باللغة العربية بس. باللغة العربية. الشيخ الالباني مرة ناقش مجموعة من نفس النوعيات دي. قام قال له يا اخي ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. جزاء بما كسبها. طيب ربنا قال والسارق. الزول اللي يسارق له كباية زيدي مثلا. او منديلة. سارق المنديلة. اسمه سارق في اللغة العربية ولا ما اسمه. مش اسمه سارق? ما سارق. السارق هو اللغة البسرق. طيب سارق له منديلة زي ده اسمه سارق. اليد في اللغة العربية من وين لين? كلها ديت. من الاصابع لحد المرفق فوق. او العدد. كلها ديت. صح? ازا البسرق له منديل. لو الاية باللغة العربية بس. البسرق منديل لك طيب من هنا. صح? ده كده? في الشريعة كده يا ها? ما ربنا قال والسارق سارق اي حاجة? والسارقة فاقطعوا ايديهما. اقطعوا يده. جزاء بما كسبانا كان من الله. انت لو دي تقول لا 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 ما كده يا اخي. اليد اقطعها من هنا. ايوة من هنا دي وين في الآية? من هنا. مش تقطع من الرسغ? اه. وين في الآية? ما في. طيب? القطع بيكون في شنو? بيكون في ايه? لو سارق ده ايه تسالية? اقطع يده في تسالية? اه? ما يقطع يده في تسالية? كويس? ليه? لانه ده كله بيانته السنة. اما القطع من الرسغ السنة العملية. عملياً بيانت انه القطع من شنو? من الرسغ هنا. والسنة القولية بيانت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار. ما في قطع الا في ربع دينار. يعني اقل من النصاب ده ما بتقطع اليد. عشان كده يا اخواننا السنة القرآن يحتاج في بيانه الى السنة. والقرآن والسنة لا نفهمهما الا بفهم السلف الصالح. من اهل القرون المفضلة. عشان ما تجي الله انت تنفرد لنا بمفهوم جديد انت تجيبه من ذهنك. مفهوم جديد. ما فيهم الصحابة ما فيهم السلف. نقل عن المأمون. وان كان معتزلياً. جاء واحد من الخوارج دخل عليه. كمان قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال ما حملك على تكفيرنا. الخارج ما بكفر الامام. سألوا المأمون ما حملك على تكفيرنا. قال آية في كتاب الله. طوال دار الشيء للآية بتاع شنو? تحت المايدة. ومن لم يحكم ممانزة الله فوليك هم الكافرون. قال له آية في كتاب الله. قال وما هي? قال الآية. ذكرها. قال وما يدريك أنها آية. من نلقلك دي آية ذاته? قال اجماع الامة على أنها آية. قال فإذا رضيت باجماعهم في التنزيل فارض باجماعهم في التأويل. يعني في التفسير. زي ما قلت ثبتت باجماع الامة. باجماع الامة هو فهم السلف. هو زاد فهم السلف. إذا رضيت باجماع الامة في أن هذه آية ثابتة فارض باجماع الامة في تفسيرها. لأنه الامة اجمعت على انه تفسير. آيات الحاكمية. ومن لم يحكم ممانزة الله فوليك هم الكافرون. والآية اللي آخرة الظالمون. والآية اللي آخرة الفاسقون. الآيات دي لا تعني الكفر المخرج من الملة. طيب. لو ناقشناهم بنفس المفهوم ده. لاحظ. الناس اللي بيقول ليك. الناس اللي بيقولوا آآ الآية بتاعة الحاكمية دي. نقول لك الكفر هنا الكفر الاكبر. نناقشهم بنفس المفهوم القبال ده ذاته. مش باللغة العربية. طيب. ربنا قال ومن من دي مش اسم موصول. ومن يعني اي حد. ومن لم يحكم بما انزل الله. يعني اي زول. هم طبعا الان التكفريون بكفروا بعملوا. الحكومة بس. بس الحكومة. يعني انت لو بقيت انت مسلا بتقضي بين اي اتنين في قضية ولا كده. وما انهم معك شغلة. اي زول ضل في باب من ابواب الدين ما انهم مع القضية. هم بس موضوعهم مع الزول الجاعد فوق في الكرسي داك. بس. ولاية عامة او لا? والله خاصة بالحاكم. عامة لاية. طيب نقول لهم. زي ما ربنا قال. اه قال يا ايها الذين اعملوا لا تقتلوا الصيدة وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا. فجزاء مثل ما قتله من النعم. يحكموا. راحظ. يحكم به. اها. ذا وعدل منكم. ادي الحكومة? دي الناس الحكومة? لا ابدا. ربنا سمدحكم. يحكم به. ذا وعدل منكم. طيب. ربنا قال لك ومن لم يحكم. بما انزل الله. اي حي نزل الله. لانه ربنا قال ما. وما هنا. اه? كويس? ما هنا تدل على العموم. يعني لاحظ ما عندي عموم في الشخص. الشخص اللي بيحكم. عام. حاكم ولا ما حاكم. اي يزول بيقضي بين اتنين. خلاص. دا حكم. عندي عموم فيما انزلوا الله. اي شي نزلوا الله. الحجاب نزلوا الله. اه? وتحريم الخمر نزلوا الله. وتحريم الزنا نزلوا الله. اذا الآية عامة نقول لهم. اي يزول ما حكم اللي نزلوا الله. يبقى كافر. اذا معناه حيكون الزاني كافر ولا ما كافر? اه? بين الصلاة اي دي. حيكون كافر? نزلوا ما سروني اتو ليه? بتكفروا الحكومة? وما بتكفروا الزنات. ليه? هم ما بكفرهم. سلو سألتوهم من الزاني ولا السارق ولا شارق الخمر ولا ما بكفروا. بين الصلاة دي. بفهمكم انتو. نقول لهم شنو? ها? تكفر الزاني. شاكد ابن حزم رحمه الله وتعالى قال يلزم المعتزلة. لان هم القائلين بالفهم العام للآية دي. غير فهم السلف. قال يلزمهم ان يكفروا كل فاسق. وعاصل لله. لان كل فاسق قال حاكم بغير منزل الله. ولا ما صح كلامه ده. يعني اس الزولة بتشرب لي في زيارة. قاعد بتشرب لي في بنقوي بيجاعي برا في في الهوى ده. قويس? اهان. ده حكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله? بغير ما انزل الله. لو اتو قلتو يا سرورية الاية على يطلاغه ده كافر. كافر. تقول لاي لا ما كافر. ليه? حكم بما بغير ما انزل الله. كافر. ايوة. اذا لما نجي قلنا لا 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 لا. مفهومة ما كده. مفهومة اشنو? الا ترجع تقول لنا لابد نرجع للمفهومة الصحيحة للآية. اذا نقول لهم ضد ضابط عندنا لابد من الرجوع لفهم من? صلف الصالح. صلف الصالح اولهم الصحابة. واولى الصحابة بتفسير القرآن ابن عباس. رضي الله عنه. طوال نرجع معاكم للازر بتاع ابن عباس. ها? اولئك هم الكافرون? قال ليس بكفر ينقل عن الملة. هو كفر دون كفر. اذا يا اخواننا كده احنا برهننا ودللنا على وجوب اتباع المنهج السلفي في التفسير تأويل القرآن في آآ فهم النصوص في المنهج عموما. طيب. يبقى عندنا اخر نقطة في الورقة وفي كلامي انا مسألة اصول المنهج السلفي. اصول المنهج السلفي هي مرتكزات. السلف دونوها. واجمعوا عليها. كتبوا في الكتب. واجمعوا عليها. واجمعوا. على ان من خالفها خرج من المنهج السلفي. طيب اخواننا قلنا. اصول المنهج السلفي. آآ هذه الاصول التي كتبها اهل السنة والجماعة. واجمعوا عليها. اجمعوا على ان من خالفها. جميعا. او خالف بعضها. او خالف في مسألة واحدة منها. في مسألة واحدة منها. فقد خرج من مسمى اهل السنة والجماعة. طيب. من هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى. قال اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده اصل. لاحظ. التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاقتداء بهم. ده اصل. وترك البداع. ده اصل من الاصول. وهكذا. الى ان قال. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة. ولم يقبلها. ولم يؤمن بها لم يكن من اهلها. انتبه الكلام ده مهم. ليه? دي انه الليلة عندنا ناس زي دعاة من دعاة انصار السنة زي الهواري بالذات. يقول ليك لذول لو خالف اصلي واحد او اصلين واحدة او اتنين حاجات زي دي كده. يقول لك ده ما بيطلع من اهل السنة. واحد اتنين. ما عارفه بالحساب ولا بشنين. بحسبوها كيفي? في محاضرة طاحته عاملة قال له يسمى فقها الاتلاف والاختلاف. كويس? وطلعت في النهاية هي كلها فقه للاتلاف بس. ده اري لما الناس. يعني هو على طريقة الحلبي. جعل له منهج اسمه بتاع الحلبي. منهج افيح. بتاع بالحسن المعربي. افيح يعني واسع. يوسع فيه عشان دان يدخل له جماعة. كل مرة بوسع المنهج. عشان يقول لك يا اخي قضية الخروج. يا اخي الحلبي وصل لحتى لمسألة الاسماء والصفات. الاسماء والصفات. من اول الصفة او انكر والحد في صفة من الصفات. كصفة الاستواء او غيره. وقال فيها بقول الاشاعرة وقول الصوفية. الناس الحلبي ده برضو يدخل في المنهج السلفي. منهج واسع شفتها? معون كبير. يدخلوا ده. بهناك ده خرج الحكام. يدخلوا برضو. بهناك ده بيلعن الحكام في المنابر. يدخلوه برضو. واحد دي سب السلفيين برضو يدخلوه. منهج واسع وافيح. دخلوه كلهم. محمد حسان معاوجوه. محمد حسيني عقوب معاوه. ال 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 اسمه التكفيري عدنان العرعور برضو معاهم. كويس? وغيرهم. تكفيريين. واخوان مسلمون. وغيرهم. كلهم دخلوه في المنهج بتاعه. لانه هو خالف قول الايمة. الايمة يقول لك في اصول بتاعة اهل السنة. من خالف منها اصل واحد او مجموعة من الاصول لم يقبلها. لم يؤمن بها. لم يكن من اهلها. ما من اهل السنة. طيب. الامام احمد ثم قال. قال الايمان بالقدر. خيري وشري. زل عنو مشكلة في الامام بالقدر. يجي نقول يا خله لا لا ما دي مخالفة واحدة يا خد. واحدة بس يا خد. تفق معنا في اي حاجة موت تفق معنا في التوحيد تفق معنا في هناك وين باجاي. في الحكام. ولكن انو مشكلة واحدة بس يا نخليه يا خد. لا لا لا. واحدة بتضيعوا. ابن عمر مش قال مبتبع بس. قال والذي يحلف به ابن عمر. بيحلف كمان عليه. لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر قال كلمون ولا قابلهم شماجي واحد فلسف يقول لك يا أخي لا ما كانت تقعد معاه يا أخي ابن عمر أول حديث صحيح مسلم قصة التي رواه يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى لما مشل ابن عمر قالوا إن كبلنا ناس ظهروا جمنا بغادي ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ناس بحبروا العلم أها قالوا ويزعمون على قدر بس مشكلتهم وحدة قالوا ما في قدر وأن الأمر أولوف يعني مستأنف يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قدر الأشياء قبل ما يخلقه وما يعلم بالأشياء قبل ما يخلقه أها ابن عمر قال كلمون أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف ابن عمر إلى آخر الحديث بعد ذلك ذكر حديث جبريل الطويل اللي فيه وتؤمن بالقدر خيره وشلي إذن يا أخواننا لا بد أن أصل عندنا إذ أصلوا يستغر عندنا أن من خالف على السنة في أصل من الأصول والأصول إلى التعريفة كيف كيف تعريفة أرجع بس يا مؤلفات أهل السنة كتاب مثلا السنة الإمام محمد بن حنبل تلقى في وجوه ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ومن فعل ذلك ما لذا قال فهو مبتدع على غير السنة والطريق طوال أمسك معك واحد واحد مخالفة تمرق من على السنة الخروج على الحكام يعني الحاكم المسلم ليس الكافر المسلم وهكذا تلقى الإيمان بالقدر تلقى الإيمان بالعرش الميزان الحساب الحوض يأجوج ومأجود إلى آخره من مسائل الإيمان تلقاها في كتب بسموه كتب السنة بسموه كتب الاعتقاد والسنة المقصودة هنا ليس السنة في تعريفة عند الفقهاء ولا السنة في تعريفة عند أهل الحديث لا السنة المقصودة هنا الاعتقاد لو بنقول لك كتاب السنة البربهاري كتاب السنة البربهاري معناه كتاب عقيدة اعتقاد تلقى جوه يتكلم لك فيه عن البداء يتكلم فيه عن القدر يتكلم فيه عن كذا كتاب الشريعة إلى أجري كتاب الإيمانة لابن بطة كتاب السنة لابن أبي عاصم كتاب السنة للخلال تلميز الإمام أحمد وهكذا إذن يا أخوانا تبين تبين معانا في خلاصة وختام كلامي من الأول تعريف المنهج السلفي ووجوب اتباع المنهج السلفي والمسألة الأخيرة الأصول اللي بينبني عليها المنهج السلفي أنت لو ترتب عندك الأمور ده واتطلعت على أقوال أهل العلم فيها وعرفت الأصول ده يشنو بعد ذا أنت تكونت عندك الآلة البتوريك المنهج السلفي وتعرف من السلفي من غير السلفي من خلال هذا التعريف المختصر إن شاء الله بعد الصلاة نجلس لتعقيب الشيخ مزمل حفظه الله تعالى إلى أن نلتغي اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام